لا يندس على رأسي عصابة بأربيل سرقة وسيارتي سيارة قمى 55,623 أربيل يقول مسجلة باسمه وهاي بها عصابة مشؤولين كبار وضباط وشرطة بالأربيل وقسم منهم بالأسايش وعندي أوامر قبض من محكمة القيارة محاضة 2 لكن جون جدوى حيث أنا بحكومة 2 وها كلها بدون استثناء موجودين بأربيل ويمتلكون عقارات سعلي بالعقارات ولا يستطيعون تدخل لحل مشكلتي أرجو إيصال صوتي وطرح مشكلتي في أحد البرامج التلفزيونية التي تديرها أنت نرى في صوتك الحق ولا تردك لو ما تلعن وعندي عائلة كبيرة وما عندي مصدر رزق شوى هذه ظهر سيارة قلاب زين يا أخ إبراهيم اليوم جماعة العلاقات دقوا عليك لما ملوا وما رديت على التلفون وهنا نتعاتبني تقل لي طلبت رقم تلفوني أسراء اليوم بالساعة أكثر من ساعة الدق عليك ما تجاوب عموما يا أخي الكريم لو للناس أنت عندك عليهم أمر القبض قبض حسن يشتغل بالأسائش يشتغل بالقمارك يشتغل بحكومة نينوى يشتغل بحكومة أربيل القانون يجب أن يطالل ويشتغل بالسماء زين ويجب أن يكون هناك التنسيق بين الجهات الأمنية في نينوى وبين الجهات الأمنية في أربيل أنا انباقت سيادت وسويت دعوة عندك يا أبو نينوى أنت تاخذ أمر القاء القبض وتودي إلى أربيل يجوز أبو أربيل هذا الحرامي عنده عرف بالأسائش عنده عرف بركز الشرطة عنده عرف بفلان تودي له كتاب تأكيد وكتاب تأكيد ولما يجيكم المواطن قد يقولون له أنه يا أبو ترى هذه الأسباب ماكو أحد فوق القانون أبو أربيل بسليمانية بدهوك بالنجف بكربلة بكل مكان وإذا كان هناك بأربيل يشوهون سمعة الناس ويشوهون سمعة الذين يشتغلون ويحاولون أن يختبئون والله لأنه هو بأربيل لا أربيل بها قانون وبها دولة وبها حكومة وأنا أتحدث أمام المسؤولين بأربيل هذا الرجل موجود وأمر القاء القبض عليه اللي عنده موجود ورقم السيارة عنده والأسماعاتكم عنده يا حكومة أربيل يا أخوان المسؤولين بالأسائش يا أخوان المسؤولين بالأمن يا أخوان المسؤولين بالداخلية والجهاد ذات العلاقة هذا مواطن عراقي يقول باقوني ويعرف الحرامية ويعرف أسباهم تططون حقه لو ما تططون حقه أنا أتمنى من مكتب وزير الداخلية في أربيل والأخوة في الأسائش والمختصين وفي حكومة الأقليم أن يتصلون علينا حتى نعطيهم رقب تليفون هذا الرجل ويبعثونهم بأوامر القاء القبض لأنه لا يليق أنه واحد اليوم بيسمي الأكراد يبوق ويحسب على الأكراد مثل ما أنه لا نقبل أنه حرامي في نينوى يحسب على هالي نينوى أو في كربلاء أو في النجف أرجو معالجة هاي الظاهرة هناك من يعتقد خائباً أنه ممكن يبوقوا ويقتل في أربيل أو يقول لك لا أنا ما حد يوصلني لا بابا هذا منطق خائب وغبي الكردي ما يقبل ما يقبل يقولون على فلان حرامي أنه باقي أخوه العربي ولا العربي باتر يروح يجيب له سيارة من أربيل ويقتل بيها بالنجف اللي مثل هذا لازم يطال القانون ولازم نشعر أنه ممتلكات أهنين وهي جزء من ممتلكات السليمانية وجزء من ممتلكات الأنبار الجهات الأمنية في كل المحافظات علموا مواطنيكم وعلموا ناسكم أنه ممتلكات المواطن العراقي عندما تتعرض إلى السرقة والهدر القانون إطالها باتر واحد بصلاح الدين باقي لواحد بندهوك أو قرائبة مسؤول هنقول لا قرائبة مسؤول لا يندس على رأسه ويخلع للقانون حتى الكرد من يطب للجنوب ولمناطق الغربية يشعر بوطنه وبنينة وبن الأنبار وبن ديالة يروح يفرش وينان بسليمانية وبودهوك وهذا الأمر حصل لكن هناك نفر ظال تائه يحتاج الأخوة بالأسائش والسيد معالي وزير الداخلية هناك والجهات المختصة وأنا سوف أرسل لهم هذا وأنا متأكد لا يحمون الحرام اشتركوا في القناة